توقفت المحدثة غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حول إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 على أن تستأنفى الأسبوع المقبل محدثة وصفها الأوروبيون بالمقلقة فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين إيران بعدم جديتها في إيجاد سوء لإحياء الاتفاق غير أن مراقبين إيرانيين يؤكدون أن مواقف طهران كانت واضحة منذ البداية موقف طهران واضح ما فيه نحن حطينا قيود واللجنة كانت واضحة من بداية الدعوة بأن الإجراءات يجب أن تكون مضمونة بإجراءات قائمة ومشددة وهم وافقوا على الصيغة المبدئية يعني مثل العادة الآن يتملصوا بحجاج حتما بعد أسبوع رح يعودوا فيها في الوقت الذي حملت فيه الأطراف الغربية طهران مسؤولية جمود المفاوضات قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن هناك لعبين خارجيين يبدلون جهودا لتعطيل المحادثات الصهيوني حد ضغوطات على الأوروبيين من خلال أمور الأوروبيين لربما رفضوها لربما حاولوا يأجلوها ولكن حتما تل أبيب لن ترضى بما يمكن أن تكون قد طرح من الجمهورية الإسلامية لأنه هناك أمور كثيرة تتعلق في تغيير البروتوكول في التفاهم النووي أصلا برغبة صهيونية وهذا غير وارد للنقاش ولم يحتى يلوح له في الجلسة الحالية في انتظار ما سيتقدم به الأوروبيون من عروضنا الأسبوع المقبل تبقى الآمال ضئيلة بحسب مراقبين في توصل الأطراف لاتفاق جامع بالتزامن مع الضغوط التي يمارسها الكيان الصهيوني على الجانبين الأوروبي والأمريكي ترجمة نانسي قنقر